في البداية عايزين نعرف سيدة المشاهدين على الجيلين زد و ألف يعني الموضوع من المواضيع الشائكة جدا وزي في المقدمة اللحظة كنت بتقوليها هي مش مصطلحات جديدة حقيقة لكن يمكن اهتمامنا في مصر وفي المنطقة العربية هو اللحظة لكن الحقيقة أن الدراسات الجيلية مهمة جدا وقديمة جدا وحتى تسمياتها هي تسميات أمريكية هي تسميات غربية يعني احنا الكل بيسأل هو ليه جين زي وبعد كده مع أنتوا خلصتوا حسيني أنواع موبايلات أوي يعني أيوة يبقى جين ألفة بعد كده مصبوط يمكن بدأنا نهتم شوية من أول جيل الألفية جيل وي اللي كنت بتتكلمي عنه لأنه الحقيقة الفترة دي كان فيه اهتمام كبير أوي وكأن عام 2000 هنبتدي عالم جديد فالناس بدأت تفكر ده هنكونوا مثلين الإيامة تقوم الإيامة تقوم صح ففي وسط هذا الاهتمام بقى فيه اهتمام طيب الشباب بتوع الجيل دول شكلهم إيه فبدأنا الحقيقة نهتم أنا طبعا يعني خلفيتي لمركز الأهرام لدراسات سياسية والاستراتيجية في احنا دراستنا كلها في سياسة نظم سياسية وعلاقات دولة وده السؤال إحنا ليه تمينا بدراسات جيل زي والحقيقة بدأنا يمكن من حوالي يعني يمكن عملنا عدد كامل الأجيال اللي هي الكبيرة دي شوية يسمعها أكسة طيب أنا ممكن أقولكوا كده بريف بسيط نتعرف على الأساسية طيب أعرفكم عن الأجيال الحقيقة أنه يعني حتى في دراستنا في العلوم السياسية اكتشفنا أنه في دراست القضايا الانتخابات الشارع العلاقات الدولية أصبح من المهم دراست العلوم البينية يعني ما ينفعش تدرس ظاهرة من غير ما تدرس كمان البعد الاجتماعي طبعا وكمان زيادة على كده البعد الجيلي في تفسير كتير من الظواهر الممكن نتكلم فيها دلوقتي الأجيال الحقيقة أنا زي ما قلت لكم الغرب اهتم بيها أكتر والتأسيمة دي والعناوين دي عناوين أمريكية بحتة فالحقيقة هي طبعا فيه أجيال قديمة جدا لكن الأشهر دلوقتي نقدر نبتديه من جيل البومرز البومرز اللي هم اسمها بالعربي طفرة السكان طبعا ما لهاش معنى عندنا في الوطن العربي أو في مصر لأنه دي الموليد اللي تولدوا بعد الحرب العالمية التانية حصل حالة من طفرة الموليد في الغرب في أوروبا والولادة المتحدة الأمريكية احنا في العلوم السياسية بهمنا لما نيجي ده من مقارنات مثلا في استطلاعات رأي الغربية إنه جيل البومرز اللي هو جيل رئيس بايدن مثلا رأي مختلف عن جيل زاد اللي احنا مهتمين بي دلوقتي اللي هو جيل المراهقين زي ما كنت بتقولي موليد من أول 98 لحد 1010 كبير فيهم في جيل زاد عنده 26 سنة وصغير عنده 14 سنة ففي تسلسل الأجيال جيل البومرز اللي هم اتولدوا بعد الحرب العالمية في قابليهم الجيل الصامت بس ده مش مهم أول لأنه أغلبهم مش عايش دلوقتي فجيل البومرز ليه بعض الصفات المهمة اللي هو متماسك بالعداد والتقاليد والقصص دي كلها بعدين بقى نتنقل لجيل اكس اللي هو غالبا اللي هو غالبا دلوقتي العمر بتاعه في رنج الخمسينات ومنتصف الأربعينات من منتصف الأربعينات إلى منتصف الأربعينات من موليد 1955 تقريبا 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 من خمسة أو من لكمان 60 أكتر من كده لأنه الأجيال كانت زمان أطول يعني أطول في الفترة فبنتكلم على أن أعمارهم الآن في رنج نص الأربعينات إلى نص الخمسينات جيل اكس مهم جدا جدا لأنه جيل فاعل وموجود في المناصب القيادية وهو بيعتبر الجيل الوسيط إلى حد كبير لأنه الجيل اللي في شبابه بدأ يستخدم الانترنت بس يستخدمه في العمل ما استخدموش في حياته الأولى زي جين زي وجين ألفا بدأ يستخدمه كأداة بتسهله العمل أو بتسهله حتى على المستوى السياسي زي ما بنقول بقى بيستخدمه في الانتخابات يعني في الأدوات العملية جيل المفروض جيل واي أو الميلينيوم أو الألفية اللي غالبا بنتكلم على أنه هم دلوقتي في منتصف التلاتينات إلى منتصف الأربعينات هو ده الجيل اللي يمكن بدأت الدراسات عليه أكتر وكانوا دايما بيدرس يقولوا عايزين يشوف الشباب رأيهم حتى في وقت صورة 2011 كان هم دول الشباب جدا اللي هم في منتصف العشرينات عنده برضو سمات بدأ هنا الاختلاف الحقيقة لأنه بقى جيل أقرب جدا إلى الانترنت جنزي بقى اللي احنا عندنا دراسات كثيرة عنه وليه مهتمين به أكتر الحقيقة يعني لأنه جنزي على قد هو عنده سمات مختلفة جدا جدا وبدأ يظهر هذا الاختلاف حتى على مستوى اهتمامنا في الدراسات العلم السياسية اشتركوا في القناة